أهلا بكم 24 ساعة بعد مباراة المغرب مع كواتي وانتهت بصفر الصيف والبارح بكل صراحة كنت شوية طامع في الانتصار وقافية لحالة تعادل لأن كان المكان الانتصار وكان المكان كذلك للهزيمة وبالتالي نقطة أحسن من الشيء ولكن بعد ذلك عدت إلى الفندق وشاهدت مباراة كندا ومليجيكا وبكل صراحة كندا كانت تصحق على الأقل تكون سباقة تجيل بجوزة 3-0 قبل ما بلجيكا تجيل الهدف كندا ضيعت ضرب الجزاء كندا ضيعت أهداف وحقاقها كندا كان لازم الحكم يعطي ضرب الجزاء أخرى بكل أسف أول لقطة أول هجوم مرتد لبلجيكا تمريرها حاسمة وهي الهدف ديال باتشوحي بعد ذلك قلت الله أحرام كندا تختار المباراة كندا ضعبات بحل الفراق العالم الثالث التي تتقدم عروض جميلة وتنهي المباراة بهزيمة لأنها لازمة لتفرد ذاتها ذهنيا بعد ذلك اليوم تفرش مباراة الكاميرون مع سويسرا الكاميرون في الشرط الأول كان رائع كان سباقي للحملات كان سباقي للتضيع الفرص كان يكون منتصر شرط الثاني بعد الدخول شرط الثاني أول حملة منصقة لسويسرا تجيل الهدف كاميرون تتنهازم كندا والكاميرون قدام عروضا جميلة قدام عروضا هائلة ونهازمات الأخير وهنا فكرت في وليد وأعطيته الحق أكثر قلت الحمد لله إذا كانت نقيطة لتخلينا عايشي لتخلينا نروح بحل إقال وليد والله ما نتعادلوا ونكونوا ماشي يعني فعالين بحل كنا البارح في الوجوم ولا نخسروا ولا نقدموا عرض جميل ونخسروا بحل وقعنا في روسيا وبحل وقعنا شحال مرة في تاريخنا هزيمة الكاميرون كندا أعطت الحق لولي درجاري وأقنعتني بأن وليد كان على حق في عدم تقبل الهزيمة عدم المجازفة عدم إعطاء الفرصة للفريق الكرواتي لكي يريد علينا مرتد خصوصا للفريق الكرواتي كبلجيكا وكسويسرا خصوصا بلجيكا عنده لاعب وسط الميدان ليقر في أي لحظة يعطيك واحدة مريرة عمودية بها الهدف مودريتش ودوبرون هم أحسن وسط الميدان في العالم لا مودريتش لا دوبرون وبجوجة للعبود الظهوم ولذلك تقديم العروض لكي نهازم في التالي لا يمكن أن يكون المغرب دارو في سبعين دارو في سبعين دارو في الساوثماني نغير أنه تأهل الثاني دارو في ربعة وتسعين وكان أحسن فريق لقدم كورة جميلة في أمريكا يبقيتوا عقلين والناس يبقوا عقلين واخترت الفيفا من أحسن الفرح لقدموا العروض ومع ذلك كان هزم ثلاثة مباريات ورجع بسفر النقطة في 98 المغربي لم يقدم عروض كبيرة وكان يتأهل لولا النورويج والبريزيل في 2018 المغربي قدم عروض جميلة خصوصا ضد بورتغال وإسبانيا ولا أحد يتذكروا العروض يعني في هذه المشاركة دينا السادسة عند الحق الجمهور الكورة والمغربي عند الحق الشعب الكورة والمغربي يطلب النتائج ويطلب التأهل ويطلب التألق لا يمكن أن نذهب للمغربة هذه السنة ونقول أننا نلعبنا جيدا في قطر وقدمنا عروض جميلة لكل استحسننا ولكن في الأخير نهازمنا الشعب المغربي لن يتقبل هذا ولذلك اتفقوا جملة نوت السنة مع ويدرقاري ويطلب النتائج للمغربي لتأهل نقطات ضد كرواتيا هذه النقطات يجعل كل شيء ممكن يجعل التداريب يتوز في الجو مارح يجعل الجو العام داخل المنطقة المغربي لا يتأثر بالهزيمة صحيح أنه في المغربة يقول لك لا هو ويدك تتسوي العب لكن يرون كيف نهازم كندا وكيف نهازم اليوم نهازم فريق الكاميرون بعكس ذلك لا السعودية التي قبلت حتى هي ولكن الشجلات انتصرت بكيفح ولا اليابان البحث مع المانيا التي كانت لا تكون خسرة في الشرط الأول بثلاثة أو الأربعة السفر ولكن في الشرط الثاني من انزلت ألمانيا الوثيرة قد يشجلوا هدفين وقد يشجلوا هدف الثالث وانتصروا الألمانيا في إنجاز تاريخي السعودية و وفي اليابان أعطونا درس في الواقعية الكوروية لأن التهو لم تأهلوش حال مرة وكأس العالم سعودية أهلات المرة السادسة ومقاش الجمهور السعودية تقبل المشاركة بدون فعالية وبدون نتائج ولذلك عندما ترى هذه المباريات كيف تلعبوه ترى كيف تلعبات كندا مع بلجيكا وترى كيف تلعبات كاميرون اليوم مع سويسرا وكيف نهازمه تقول وليد عنده الحق لن ناتق في وليد لن ناتق في المنطقة الوطن الضريبي تقول لي حتى المباريات بلجيكا تهيئة يكون لدينا نفس المشكلة لأنهم يدوبرون ولا هجمنا وخلينا لهم المساحات يدوبرون في لقطة واحدة يمكن لديك تمريرة عمودية وعنده رغم غياب لوكاكو يدوبرون ويستطيع أن يشجل بلجيكا في أي لحظة ولذلك تظلم أن وليد سيلعب أكثر مجازفة لأنه يكون لديه أكثر من الكرواتيا ولكن لن يجازف أكثر من اللازم بل سيبحث عن الانتصار ولكن بالغفلة لن يبحث عن الانتصار بهجومة مسترسلة والضغط كبير لأن الضغط الكبير في المنطقة المغربي إلى رفقة هجمة مضادة واضحة بلجيكات يكون لديهم أمام لكي يجرع لنا لأنه لديهم وسط ميدان واحد من مستوى العالي والعالمي ولذلك تنتظر المباراة بلجيكا يمكن أن تكون مقفولة أقل من مباراة كرواتيا لأن المنتخب بلجيكي لا يشبه المباراة كرواتيا ومنتخب بلجيكي يجعل الإسقباس ولكن تنظن وليد لن يجازفك مباراة بلجيكا ونحن نبحث عن نقطة ثانية في حالة كندرفاريا في 86 نحن نحن نفكر في 86 في الموديل لأهلنا في 89 نحن نبدأ بالتعادل مع النرويج لكن مباراة بلجيكا لأن هذه خسرتنا ورغم الانتصال يظهر على سكوتلندا لا يجعلنا نحن نبقى مباراة بلجيكا والنرويج مع البرازيل فالآن نحن نحن بلجيكا لن نهزم لأنه لدينا لدينا نقاط ونحن نبقى بلجيكا لأنه يجعلنا بلجيكا ونقاط ونحن ننتصر ان شاء الله بالنسبة لأنه يجب أن نقاط لأنه يجعلنا ونقاط حسابات الذين يريدون الفريق بلجيكا وفريق الكواتي لأنه يجعلنا لو كانوا أهلين بجوج فاللعبوا لصالحهم لأنه يقصوا البغريب لأنه يكونوا رحمهم ولذلك لا يجعلنا للهزم من بلجيكا نعمل الانتصار ولكن بدون مجازفة المجازفة لكي نهازمه لا أنتظروا المباراة بنفس الطريقة مع بلجيكا أنتظروا نفس الشكلة خصوصا إلى تعافى اللاعب المزراوي بالزبط لأنه يقول لك هناك ما يبقى لعب أنا لا أتفق معكم هناك ضياء المباراة له كان خارج المباراة ولكن هناك تبقى لاعب مبتاز وتبقى لاعب مهار وتبقى لاعب نسوش أول مباراة رسمية حقيقية من المتحدة المقربي وهو مباراة كونغو الذي يجل فيها لأنه يفتح الشهية المتخب الوطنية في الشهية العالم لا نسوش بأن هناك لعب لديه 20 أو 21 سنة لديه الحق يرطي ماتش خصوصا أول مباراة في العالم لا يمكن أن يطلبهم لعب 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 في 21 سنة يكون ممتاز مئة في المئة في العالم احتز زلزول الذي أضعه كل ما جربه البارح تبقى لعب ممتاز لعب مهوب لعب برسولون لعب 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 أساسونا وبالتالي لم يكن نحكم عليهم فتنظن تشكيلات تكون هذه لا يوجد إصابات وعود الزلزول وعود حمد الله وعود الصابير وعود على حسب السيناريو يمكن أن يكون تغييرات ما نعرفه كما كان الحال كان معك الحق كثير مني وكثير من الجمهور المغربي واصل خمم كيفاش نتأهله وتأهل تقبيا سي وليد يتأهل الكل يستقفق تافه ولذلك لا ما تبع الشهاوي للجمهور المغربي العادي إن الجمهور المغربي عادي يشتها عادي يشتها المنتقب له يسيطر ولكن لا يغفر للهزيمة ولذلك لا للهزيمة شكرا وإلى اللقاء غدا بحول الله